يا عما يا سمين. ايوة يا بي. ايوة يا بي. ايه? بقى لي سعب انا دعنيو. بس سمعينه ولا ايه? طب انت طب انت سمعك على قدك. انما انتي في ايه? مش سمعان ليه? برد علي. ايه بنت مسمعتش البيل ايه? الله. فيه يا بي. ما من حقكم ما تردش علي. ايه يا عم الدهب اللي انت جابه لامراتك ده? ده لامراتي مش لابسة الدهب ده. يسمع مضوك ربنا يا بي. الله يحزك يا بي. ده دي انا مدتها متين جنيه. ده اللي انت اديتم لها كمان. رح تشارط بقهم البتع تندور وقيتلي ايه ده ده بصيني. ده بصيني? ايه. اي ده بصيني. طب وريني كده. احو. حتى بص قديم ومحروق ازاي? اه. 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 اه تعز من لنا اي خدمة يا بي? لا اروح انت بقى. وانتي اعملي شاي. بنا دهبك عشان تعملي شاي. طب انا رح افتح الماء يا بي. روح. ده بصيني. ده بصيني ايه. اخواني سيني انا جاو هرجى اصلا. ده دهب ودهب اصلي كمان. وعار واحد وعشرين. طب الوقت ده يجيب لها من اين الدهب ده. لأ. هو اعمد ما اعرفش. بديل شكلها شماء. بتلعب بديلها من وراه وبتجيب دهب وتقوله ده بصيني. الحمد لله ان هو ما عارفش ان الخواتم دي ده. ده لو عرف. كان قلع مدن ان الحالات دي دهب ومش ده بصيني ولا فالصو. كان عمد فضحني. خرب بيت عمد. ايش هي يا بي. عالفة هنف. تقمر مني بحاجة ده ايه. اه قليلي بقى. الدهب الصيني اللي انت جايبها ده. اه الدهب الصيني اللي انت جايبها ده. جايبها مني. بس اللي يشوفه قول ده ده دهب. ودهب عارفة بلوشين كمان. اه ده ده من شدع السوق عندنا. اه. ماشي هبديكي ميتين جنيه تجيبه اللي زيب. ماشي. ماشي. اللي انت عايزه بي. اللي انت عايزه. طيب اروح انتي بقى ومحتاج بحاجة بان. وبعدين بقى. انا جدا اتأكدت اكتر ان هو دهب. طيب هي بتجيب الفلوس دي مني. الراتب بتاعها اللي بتاعجزها اللي بيقضوه مني. ما يقضومش حاجة. بس ممكن تكون بتسرق. ولا ماشي يا شمال. والله يا بالزبط. يلا. انا بتأكد من الموضوع ده. انا مش عارف اقولي الاستاذ اشرف عالدهب اللي بيروح من المحل ده. مش عارف. صوت اشرف. قعدة وليد خير. في الحاجة ولا ايه? حضرت دك انا عملت جرد مادية والدهب وليه تلات خاتم غايبين من المحل. تلات خاتم غايبين? اه. طب ممكن يكون احمد طلحهم وما عملش فاتر بيهم? لا انا كلمت احمد قليلا ما طلحتش حاجة. يعني طب ممكن يكون اتباع والفلوس ما تحطتش اممكن احمد خد الفلوس صلاحها. انا عملت جرد مادية ودهب مليتش اي حاجة موجودة. غريبة يعني. شكرا جيت لحضرتك. طيب. طب روح انت يا ولد دلوقت وانا هشوفوا الموضوع بها. واحمد ابني فين? سيب لك هناك في المحل. سيب لك وراء الجرد ولا اخدوا معايا. لا لا اخدوا معاك. قم بيروح فين? ياسمين! ياسمين! ايوة 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 اعمل الواحد. ايوة. تروح حلي الدهب مبارح نضافتهي? ايوة ياباية هو عايز اناروح لندفته تاني. لا لا بتروح وتنظفة تاني ايه. انت. انا منظفها كوي يا اسمبرح والله. طيب ما ما شوفتش قايا ما تخبتش بياه حاجة غريبة هذا المكان. ما شوفتش ايه? ايه اللي يغريب فيه دي محال مش فاه? لا يعني حاجة واقعة حاجة كده يعني. لا يا باية. ما لو كان في حاجة واقعة ولا حاجة وانا بطنواس وتلقيتها وودتها لا لا اي حد هناك ابن حضرتك يعني طيب بروح يا سمينة اي قد هم اذن ومفشل البيت دي اللي خدت الدهب ازاي يعني تاخد الفين جنيه وبوزها وتلبس الدهب ده كله البيت ده وقاحها ازاي اللي عمل معايا بالظبط ابو الراسطة اي حمد عمل ياقل حوات اي حمد شفت اي حمد المصابان لينا فيها مصابة دي خير اي حمد خير اي? مش والد اقان لك قال لي اي؟ الدهب يا حمد الدهب لamb много protagonist هم عرف مين ايه؟ لا والد باعرفش مين بس انا عرفت اعمد ته امين يا ح después اعرف مين؟ اسكرت عرف مين؟ ممي ياسمين? ياسمين اللي بتشتغل عندي أمعزوزها يعني هي اللي بتعمل كده؟ ايوه هي اللي بتعمل كده ياسمين دي لابسة دهب في اديها اكتر من اللي ولدتك لابسة طب حاج بالراحة كده انت بتقول ياسمين وياسمين شغال انا في المزرعة انت بالوقت يا ياسمين لو جابت حاجة من شغلنا هنعرف ان هو بتاعنا يحمد انت غري الخناة بتسرق دهب اتروح تلبس نفس الشغل بتاعنا اكيد بتروح تبدله من صغة تانية يابو تروح محلي تاني وتبدل الشغل بتاعنا يا حمد فعلا عشان ما نعرفش ده بنت تطلع الدماغها ايه سمي انت عارف يا احمد مش عارف انا دماغها هتنفجر انت عارف انت عارف ايه اللي خنين شكت ان هي وعرفت كده واتأكدت ان هي ان اتهب اللي هي لابسة ده ايه لالجوزة ان وضعك فالصو مفكراني غاجل مش هاعرف ان وضعك اصلا لابسة ده بقى الواحد وعشرين بتعمل كده على المزر عشان احمد جاهل ما بيعرفش حاجة فاكيد بقى الموضح خل عليه انا وقلتلي ان احمد اللي جايبه لها كنت قول دعمك باع ارض باع اي حاجة انا بالمشكلة الهدى مرسة ده حاجة اهدى بكل حاجة وليها حاجة قول لي بس انت لو علي ولا عايز ايه وانا من ايدك اكدل ايدك دول انت عايزة هنعمله لك انا هعرف ازاي وقى احرفش عملها انا احش مريح شوية ماشي حاجة ايوة بادي احمد كده الموضح حيلعب معيك الدهب اللي انت بتاخده كله واللي خدته ياس منها تشل الليلة كلها بس البت اللي جابت الدهب من ايه تكونش امشي 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 اش مال يعني اما والله كده يبقى زبطة اكتر بدل نهد الدهب وراح ابيعه واعيش حياته برا ما ندها الدهب على طول واجبها سكة الله على احمد يا حمد يا وحستوني قوي نفصل بسكو بقى يا ده ام بحب الدهب جد يا اسمين اه يا عمد ايه ده يا اسمين ده ضرب صيني تاني يا اسمين كل ما اديكي في ذلك تشتري دهب صيني يا اسمين مش كيفية انت لابسها يا اسمين ما انت عارف ان انا بحبهم يا لو كانوا ضعب دهب بقول لك يا بنت الناس انت وفاة ان اتجوزك على الرجل على قد الحياة وانت قلتلي انت مطوع من شجر يا حبيبي انا اشتكتلك انت عندي بالدنيا اندهب ايه بس وبتاع ايه انا بقول لك ان انا بحبه يعني بس دي حاجة متكررتش بك يعني يا عمد ان شاء الله لو ربنا كرمنا ايبه هجيبلك احسن منهم دهب بس قمي يا اسمين بالله عليك يا عمديل قمي حاضر انت غلبا قوي يا عمد ايه حاجة عليك فين انا هتسافر يا عمد واحتمال الاعلى من ثلاثة طب اه محتاج لي معك كل حاجة لا لك خليج انت هم من اللي خليجة من المحل واخلي من المحل طب ما تشغلش بالك اتطمن حاجة هو اتطمننا عليك اه بقول لك يا عمد صحيح اه بيت يا اسمين مالا لا 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 ما تقلقش لحد من انا ماجه واشوف له صف ماشي يا عمد ماشي تغرب ناحية المحل ايه ايه انا هجبها البيت هنا وبالخاتم ده ويبقى اهو شكل جديد عن الاشكال اللي لوحد يعرفها والبيت بصراحة حلوها يا اسمين يا اسمين يا اسمين يا اسمين انا كنت جايلك انت رعا فيه رايحة محل الدهب انا نضافه بقى ليه تلات يمه ما تكنستش ولا مساحته لا لا بقولك ايه سيبك من محل الدهب خالص عشان الحج عايزت تجد نضاف البيت عشان اه ولدت جايه النهاردة من الصفحة بجد والله بجد الحمدلله على سلاماتك تعال انا بحبو انتك دي قوي والله يا اساس احمد وحشتني جدا ربنا يا خليك يا اسمين انا بصيت قوي ان هي هتنزل من الصفحة وهي بتحبك وبتشكر فيك معقول احمد ابني اللي بيعمل كده احمد هو اللي بيسرقني عشان يا اسمين دي حل التلبيت الليك يا احمد تسرق يا ابوك وتمشى في سكة شمال طيب هنسيتها فرحلة كده من البتن دي دي وحشتني عاوي هلدك الباب سيبتي كده وتعالى عادي طبعا يا مهدلله عادي وطيجي اعادي يا ابوكي ايه سيبتي من كل ده كل دي بيعمل جميل او يا الله ده الخطبتك ولا انت هتخطب خطبتي واخطب يا الفمبروك وانا ايه لازمتي ان انت بخطبتك ولا مش فهم يعني من الاخر كده يا اسمين انا عرف سكتك وان انت مش عسكة شمال شمال انت جنان باي انت بدوله ده ده ما تجننتش اما ليه يا بيت انت هتعاش علي الدول ولا ايه اما اني جايبلك الدهب ده حسن مني انت فالس وعمات جوزك اه فالس وعمات جوزك انت عايزة تكنعيني بقى اني عمات جوزك حريبته حاجة اني يجيبلك الدهب ده والدهب ده اصل وعيار واحد وعشرين ده ده خلصه او دهب سين اسمعيني بقى خروس انا عرفت كل حاجة انت بقى اسمع الكلام وانت ولا من الغريب وهجبلك الدهب اللي انت عايزة تكننتم لا انت انت هاربت مني فالاخر انت اتجننتم انا خلصان انا عجيت واسمعت كلام انت بس هنا واسمع الكلام تلك هنغنق عليك ده مش انت كل ما اصلحتك الدهب يا عم انت عايزة ايه مني ايه سبني في حالي خلينا امشي يخزر التربية دي فيك يا حمات مكتش توقع منك ان انت اللي تعمل تسرع ابوك كرايا يا بيت هو اللي بيجيبلك الدهب ده حسن منه او لا لا دا انت اتجننتم خلص واحد اللي ازمع مش يبني هاني مش هتارش بتي مش هتروحي فين ما تستنم ازلالك بالمحل يا ابا ايه يا ابا ايه بتسرع ابوك عشان الخطور دي؟ ايه يا وصول زلالك كمان انت بتقولوا ده كلام ايه يا بيت؟ مفتاح انا كده واحدة شمال شمال؟ ربنا ايسان انا مقابلش يمعني ايه الدهب ده انت جايبان ايه الدهب ده؟ عمادي اللي مش لايه خار الكلبه هو اللي جايبك الدهب ده؟ لا بس انا عملي ما اخدت منه اي حاجة دهب وعملي ما بديت ايجاه الحلقة مش بتاعي بس دلوقتي بيارض عليك الدهب ماش او انا عميسه؟ اه دا اتفاهمني بتستغل من انا مشيه وتسع المحل ده انا لم تستغللك النهاردة ده انا انت سرقت تقول لي مش عارف ايه؟ يا استوز اسرة انا عايزك تسمعك كمتين دول عدميش المرحوم عادل عادل ابراهيم برويجش وعد البطاقة ايه انت تجننتي طب هو بص ده اتفاهم اتفضى تشوف صحيح ياسمين عادل ابراهيم لا اجد في حاجة غلط كل الحكاية ان انا اجربت لما ببقيت اوافة ملقيتش حد جنبي طريت ان انا اروح لعمد واتجوزه وقب البيه وكان لازم طبعا اقوله ان انا فقيرة عشان ما يتمعش فيا ولا يبص الدهب ولا فلوسي وفعلا انت لعب طيب واحنين ووقف جنبيه عشان ما معيش بس حاجة ووقف معيه الشخصي وده اللي خلنيه تمسكت بيه يعني ايه؟ حتى لو انا غنية بس هو كويس معيه مش لازم عشان فقيل ان انا سيبه او من بصولوش امواليبتا بتودي دهبك فيه؟ ابنك هو اللي شمال مش عالي شوف بقى هو بياخد دهب ومساوه ولا بيتديل مين انا افهمي انا افهمي انا افهمي العبيد لو قروا بتباعكم في السريق انت شايف يا ابا بتغلط ازاي؟ عندها حق عندها حق انت عادل ابراهيم ده مين؟ ده اكبر جواهير جالله يرحمه كنا كلنا بنجيب الشغل منه انت قل لي قل لي انت بتودي دهبك فيه؟ انا بس يا ابا انت عادل ابراهيم وشخلة عندي ودني بيسرقني انا انا غلطان يا ابا انت بالله عليك عشان صحيفك ده الموضوع بقى المكشوف وكل حاجة تعرفت انا هقلع بقى التوق اللي انا فيه ده بزيون دي ما بقيتش تلزمي كفاية بقى كده بلغت كده انا داريت كتير بقى فيه الكفاية شمسي عليك كده لايو يعني ياسمين قالت تعرف محل دهبك نوس واجي من الساعتها مجاتش وانا عايز ايو ايه ده خارج بس يا ياسمين دهبك نعم يابقى عشان حاجة في المكن ده انا راح بقى اخده من المكن ده ونمشي من هنا وبالمرة ارافه على كل حاجة وراحه من الشأة اللي هو في ده كويس ويستايف بوله يا عميد ايه 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 يا سفو التهان انا ياسمين يا بيت يا بيت انت جبتة عمشة دمين واكن خاتين من السفو التهان ايه ده بس يا عده انا عايز افهمك على كل حاجة ده باللبس انا. وعلى فكرة. انا عندي فرصة في كل المزرعة اللي انت اشغال فيها دلوقتي. لا بالله. وانت دراقتني مش تحتاج للشغل ده. ايه اللي عبقى الهدوم دي? ايه 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 انت ايه اللي عملا في نفسك دي? انت فاكلاني بقى اللي انا هصدق بقى الكلام ده. انا جبتلك تقمين حلوين يا عماد. تقمين حلوين ايه بقى بنتي جبتهم من اين? انت مين? انت مين? عماد انا بنت عم عادل الجوهر. اكيد تعرف. انت الحج عادل? ايه. الله يرحمه. الله يرحمه. الحج عادل بنفسه. يا عماد انا خبيت عليك عشان كنت عايز اعرف انت تستاهل ان ان انا تجاوزك ولا لا? وانت الوحيد اللي وقفت جنبي وحبيتني من غير ما تعرف انا اهلي فين او بنتي مين? وغير كده كمان حبيتني الذاتي والنفسي مش عشان فلوسي او عندي ايه? ده خلاص بقى. وانت يا? خلاص بقى ما بنفعش بقى يا ستاني بنتي بقتي فين? وانا بقى فين? ماينفعش. مافيش فرق بنا يا عماد. لا. احنا مبقاش ننفع لبعض. انت بنتي الحج عادل الجواهر جي. لكن انا عماد الفلاح. ماينفعش. يا عماد دعنا دروقة تسلملاتك. بعدين انت الوحيد اللي الجوز تاني وانت بتعرفش عني حاجة. كفية حينيتك علي. تعال بس معي يا عماد. يلا.